الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الداخلية في الدوري استأنفة الفريق الأول لكرة القدم تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التيتش وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية وديانج يواصل تنفيذ البرنامج التأهيل زي ما حضراتكم شايفين تمرين تمرين فقط تركيز تركيز فقط الاحتفالات انتهت الاحتفالات انتهت بالنسبة لنا وبالنسبة للعبين وبالنسبة للجمهور ودائما هذا هو الفارق ما بين جمهور النادي الأهلي وأي جمهور آخر ديانج يواصل برنامجه التأهيلي والدكتور أحمد أبو عبلة بيقول محمد عبد المنعم أجرى جراحة الناجحة في الأنف قال الدكتور أحمد أبو عبلة ان كابتن محمد عبد المنعم مدافع الفريق أجرى جراحة إصلاح أوجاج وكسر في الأنف تحت إشراف أحد الأساتذ المتخصصين في جراحة الوجه والفكين زي ما حضراتكم شايفين إن شاء الله حمد عبد المنعم من النجوم الكبار إن شاء الله ربنا يرجعوننا بألف سلامة